والله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتم تابعينا الكرامة والله وسلم بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة هنتكلم فيها كده هنرد فيها ضد الكذيب والشعاعات لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا صرات الحبيب فالله مصلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما شفتش أغبة من الكائن الزلنطحي بتاع البليلة والله العظيم ما شفت أغبة منه العيال الزلنطحية بتوع البليلة يا بيه جابوا صفحة أو سكرينة من السكرينات بتاعت الاتحاد العربي أو الأخبار اللي بينزلها الاتحاد العربي وراحوا عاملين حتة فوتو شوب كده من عندهم قال إيه يا سيدي إن الاتحاد العربي بيتكلم على لسان شخص يعني هو اللي بيتكلم في السكرينة يعني إن وده بيان نازل من الاتحاد العربي بعد اعتذار النادي لأهل رسمية عن المشاركة في البطولة العربية قال لك يبقى يا سيدي قال لك إن إحنا في الاتحاد العربي جلنا خطاب من الاتحاد المصري واتصارات من هنا بريدة إن عندنا النادي الأهلي هيعيط هيقلد للكتكوت وحايز يشارك في البطولة العربية فبعد إذن حضراتكم يعني لو ما فاش إساءة أدب مننا شوفونا مكان للأهل اللي عمالي عيط ويدبد في الأرض ده حايزينه يعني يشارك معاكم في البطولة العربية لإنه مش بطل الدوري فبعد اجتماعات الاتحاد العربي قررنا عدم مشاركة الأهل لإن عندنا ليحة وابنحترم الليحة وإن الأهلي محدش وجه ليه الدعوة أصلا خلي بالك طبعا عايز أقول للزلنطحية بتوعي البريلة الأغبية أولا يا غبي في صفحة رسمية للاتحاد العربي لكرة القدر صفحة رسمية على الفيسبوك على تويتر على كل مواقع التواصل الإجتماعي يعني الاتحاد العربي لما بينزل بيان أي بيان لازم بيبقى نزل على الصفحة بتاعته تخيل أنت بقى الزلنطحية بتوعي البريلة البيان اللي هم بيدعوا أنه هو نزل على صفحة الاتحاد العربي مش موجود أصلا مش موجود أصلا وبعدين عايز أسأل سؤال أنت موجوع ليه أنت محروق ليه حط كينة كومب وودهن كينة كومب يعني النهاردة النادي الأهلي بالعقل كده إيه اللي يخلي النادي الأهلي يطلع بيان ويقول فيه أنا بعتذر عن المشاركة في البطولة العربية وهو ما كانش عنده دعوة ليه الأهلي مثلا يحط نفسه في موقف محرج ليه طب ما كان مثلا الأهلي من غير أي بيانات رسمية ممكن يطلع واحد زي أحمد شبيري يقولك الأهلي يرفض المشاركة فلو الاتحاد العربي تلع كدب يبال أهلي ما قالش حاجة ما عمولتش حاجة ده أحمد شبير أنا مالي لكن الأهلي مطلع بيان رسمي وموجهه للاتحاد المصري للكرة القدم الاتحاد المصري موجود الاتحاد المصري موجود مهور سهل جدا الاتحاد المصري يقولك أنت إي أهلي أنت بتشتغل نفسك ولا إيه هو حد بعث لك حاجة هو حد عبرك لكن في مجموعة من الجماهير يعني اللي بيدحك عليهم من توب الأرض عايزين اللي بيلبسوه لبسوه لنا اللي بيلبسوه من ضحك عايزين يلبسوه لنا طب انتو شوية أغبية شوية معاتية إحنا زنبينا إيه حتى في ولد على السوشيال ميديا مش عام في اسمه إيه مصطفى كده حمادة مصطفى أحمد مصطفى حاجة زي كده قال لك سر انسحاب الأهل من البطولة هو خطاب بيرامتز الأهل خاف لما بيرامتز قال لك أنا لأحق إن أنا شارك والأهل تالت الدوري فالأهل قال لك بدل ما تيجي منهم تيجي من نحن يا ابني يا متخلف يا متخلف الأهل عنده دعوة رسمية من الاتحاد العربي لكن هقول لك إيه ما انتو شوية زلانتحية انتو شوية زلانتحية انتو لو تعمل دورة رمضانية فيها خمسة جنيه زيادة بتجروا تلحسوا الجزم عشان تشاركوا فيها بتجروا تبوسوا الأياد عشان تشاركوا فيها فاكر يلا سوبر برسيل يلا فاكر سوبر برسيل يلا لما طلعته قلته لأنه اللي كان هيلعبكو في الماتش يعني لو تكرمتو احنا عايزين ناخد المكافأة بتاعت الفايز والخسران بتاعت الغالب والمغلوب فاكر ولا جيب لك يعني أتمنى أتمنى إن يكون في تفكير شوية يعني شغاله مخوكو أنا عارف إن مخوكو صدى من قلة التفكير أنا عارف إن مخوكو من كتر الكدب والأكاذيب والشائعات والدحك اللي عدقوني اللي بيعملوا بليا الدلدول وفطوطة القزم بقيتوا خلاص ميح خلاص ما بتفكروش لكن جمهور الأهلي غيركو يا ابني جمهور الأهلي غيركو يا حبيبي جمهور الأهلي أصغر واحد في جمهور الأهلي اللي ممكن يكون عنده سنة سنتين مخو يوزن بلد من أشكالكو الضلة اللي شبه الكلاب المصعور عايزة أقول إن السكريبت توزع خلاص السكريبت توزع خلاص سيد عبد الحفيز ده طلع حراء طلع ملهل بشطة بجد والله سيد عبد الحفيز كل ما يتكلم الناس تتوجع كل ما يتكلم الناس يحصل لها أكلان وحرقان هو سيد عبد الحفيز عمل لكم إيه لا صحيح يعني يطلع علينا إيهاب الفرارجي يهاجم سيد عبد الحفيز على قناة البليلة يطلع علينا متحة شلبي يهاجم سيد عبد الحفيز على برنامج بتاعه هو متحة شلبي شغلته ايه في الحياة إعلام بوكسرات وسيد عبد الحفيز أي دي شغلتك في الحياة هو متحة شلبي ليه مش عايز يعرف والله العظيم تلاتة أنا متحة شلبي ده إحنا بننسى أصلا ما بنفتكرهوش غير في المتشط الأعلي والزمالك يعني أنا عايز أقول للقناة اللي مشغلة متحة شلبي بصوا على نسب المجاهدة بتاعت متحة شلبي بصوا على نسب المشاهدة بتاعت متحة شلبي اعتقد هتلاقيها تحت الارض هتلاقيها تحت الارض متحت شربي والله ما بنفتكره غير في المطشاب عشان بس يقول ايه اف فيه يعلق معانا يا ليلة رد على المستبت يا ليلة يا ليلة زمان كانت زرقه دلوقتي بقت ايه بقت حمرة هو اخره كده هو اخره كده هو اخره يقول التعليقات اللي فيها احاقات لمواغذة قال لك علي معلول حط الزغلول وتوقف بسببها وتوقف بسببها هو ما اعرفش اول حاجة بس احنا بنفتكره بالإفهاد دي بس لكن هو ولا باتنين تلاتة بيتفربوا عليه فالاخ متحت شالة بشغلته في الحياة انه يهاجم سيدة عبدالحفيز انا ما اعرفش في ايه بينه وبين سيدة عبدالحفيز وارد يمكن عشان سيدة عبدالحفيز ما بيعبروش ما بيطلعش معاه في البرنامج بتاعه وارد وارد ان سيدة عبدالحفيز منع لعبة الاهلي تطلع معاه وارد خلي بالك الاهلي بيكبر اي حد الاهلي بيكبر اي حد فانت النهاردة لما يبقى سيدة عبدالحفيز رفد يطلع معاك او اي برنامج انت بتقدمه يطلع يقويه حتى لو مدخلة يردع معاك اي لاعب ممنوع انه يطلع معاك فانت بالتالي لازم اي حاجة تستطهن سيدة عبدالحفيز بس ياريتك بتستطهن حاجة صح ياريتك بتستطهن حاجة صح لكن الاعداد يا كابتن متحت شلبي يا جميل ياللي كنت في يوم من الايام اعلامي لكشانة ورنة وما بتعتمدش على الاعداد بتاعك بس اعدادك غرقك المرة دي اعدادك ادالك معلومة غلط مليار في المية الاسكريبت اللي جالك وتحطه قدامك للأسف الشديد كابتن متحت شلبي كبر كبر وعجز ما بقاش يدور على المعلومة ويتأكد منها بيجي له ورق ويقرأ منه بسم الله وخلاص وخلاص ما بقاش عنده وقت ان هو يتأكد ولا سنه ولا ليقته يسمحول ان هو يتأكد من المعلومة متحت شلبي طلع يهاجم سيد عبد الحفيز عشان اللقطة اللي كانت مع الحكم وجاب لقطة تانية لسيد عبد الحفيز في ماتش الاهلي والبنك اللي تلغى بسبب امين عمر الهدف اللي تلغى في الماتش ده وان سيد عبد الحفيز كان صح انه ما ينفعش ترجع للفار والأيام اثبتت والخبراء اثبتت انه ما كانش ينفع يرجع للفار وان هدف الاهلي صحيح اتمنى من كابتن متحت شلبي يعني ارجع للإحصائيات وشوف كم متابع بيتابعك هتعرف انك ما بقيتش موجود اعلاميا هتعرف انك خسرت كتير قوي من رصيدك لدى الجماهير اتمنى من الشركة او القناة الناقلة لبرنامج متحت شلبي قدموا له الإحصائيات اعرفوا الحقيقة المرة ان اغلب المشاهدين ما بقيتش يشاهدوه ما بقيتش يتابعوه يمكن يحسن من اداءه شوية او يقعد في البيت كفاية كده الاعلاميين بتوعنا البرامج الرياضية والبرامج اللي تحت بير السلم الناس اللي ما بيصدقوا مش يشوفوا خبر في النادي الآلي لا يشموا شمشامة كده بس على اي حاجة مشكلة او ازمة في النادي الآلي بيطلعوا يفردوا ليها ساعات وساعات وساعات هو انتوا ليه محدش اتكلم عن سر استبعاد الاباتشي شيكابالا ليه محدش اتكلم ان فيه كلام طالع ان شيكابالا تتخدم مع عثما نبيه حتى يخي طلعوا كدبوا قولوا لا ما حصلش ده شيكابالا عنده نازلت برض قولوا لا عيب بطلوا كدب لكن سكتم بكتم كده مش عايزين تجيبوا سيرة خالص كده هو شيكابالا بيخوفكو هو كمان ولا ايه شيكابالا بيخوفكو يعني لو كان كهربة هو اللي غايب عن المطش كنا طبعا هنطلع نعمل قصص وروايات لا ده كهربة راح التدريب سكران لا ده كهربة راح ضرب كولر بالشلوت لا ده كهربة راح ضرب سيد عبد الحفيز بالقلم لا ده كهربة مش عارف ايه لكن عندنا قصة حقيقية بنسبة كبيرة اطلع كذبها حتى اطلع عرف الجمهور اللي بيتقال على السوشيال ميديا صح ولا غلط هل فعلا شيكابالا ضرب اسامة نبيه هل فعلا شيكابالا شتم اسامة نبيه لكن محدش بيجيب سيرة وطالبا لما محدش يجيب سيرة اعرف ان المعلومة صحة بالنسبة بها عايزة اقول ميدو جايب واحد والله انا ما اعرف مين ده مش عايز اسمه محمد فؤاد قال لك انتصارات كولر وهمية اتمنى من ميدو يعني استندف يا ميدو استندف يا حبيبي هات حد كده معروف عشان لما يطلع يتكلم يبقى كلمته لها قيمة لكن جايب واحد ولا له اي قيمة فنية ولا له اي نيلة وعشان يطلع يقول اصلك الاهلي انتصارات وهمية وانا لما لعب في كاس العالم للاندية واخد مركز رابع ده انتصار وهمي على كده بقى الزمالك وهو في رابع مجموعته ده الزمالك وهمي في افريقيا بقى الزمالك وهو في الدور مركز خامس وكسب سموحة ثلاثة ده كان انتصار وهمي بقى يا جماعة بطلوا دي حكى عدقون يا جماعة وانتوا اي حد تروحوا تتفعوه اتنين تلاتة جنيه عشان يطلع يقول كلمتين يبخوهم هات هو واحد محترم هات هو واحد له قيمة هات هو واحد يعني له وزن عشان لما يقول كلمة زي كده الناس تصدقوا لكن جايبين واحد مش عايز اقول عبيد مش هقول عبيد لكن واحد له قيمة له على الاطلاق لاخ احمد دودار شايف ان زيزو لوحده بخمسة من لعبة النادي الاهلي واقوى منهم كمان احماد دودار طالما زيزو بخمس لعبة واقوى من خمس لعبة بالعقل كده انا مش هقولك انت كلامك ملوش اي لازمة وكلامك تحطه في سلة الزبالة لا انا هكلمك بالعقل طالما زيزو بخمس لعبة ليه مش عارف ينتع الزمالك في دورة ابتال افرق ليه كل سنة الزمالك بيطلع حصارة مع زيزو طالما هو بخمس لعبة يعني معنى كده الزمالك كل مطش بيرعب 16 لاعب ويزيد للزمالك شال ثلاثة من الاهل المطش الاخير وشال خمسة من سنتين او السنة اللي فاتت للزمالك في الدورة في المركز الخامس للزمالك شال ثلاث حقن في العضل من فاركو طالما زيزو بخمس لعبة يا جماعة اعقلوا الكلام مش بقول لك والله العظيم بيجيبوا مجموعة من الناس مش عايز اقول اراجوزات مش قصلي يا رحمة دوودار لكن يقولوا كلام معقول كلام يتوزن لكن اي كلام يا عب سلام برضو الاخ جمال عبد الحميد قال لك نفس اشوف افشة بيلعب في الزمالك ماشي يا سيدي اخ تعال اخده والله ما هنقف عليه تعال اخده خلي يلعب في الزمالك طالما انت حابب افشة يجي يلعب لك شوية في الزمالك يجي يلعب في الزمالك فيها ايه يعني فيها ايه الاهل ما بيقفش على حد وانا عايز اقول معلومة ما احترام الكامل افشة افشة الوكيل فيطلع جمهور الاهلي الحقونا الحقونا افشة هيروح الزمالك جددوا الافشة اده الافشة اللي هو عايزه هيبقى صفقة القرن الجديدة هيبقى صفقة القرن العبيطة هيبقى صفقة مش قصد على افشة مهم الحق افشة الاهلي مستفيد منه اهلا وسهلا مش هيفيد الاهلي الباب يفوق جمل هو الاهلي وقف على بوتريكا يعني اعظم من لمس كرة في مصر الاهلي وقف عليه الاهلي وقف على الخطيب الاهلي وقف على حسن حمدي مش هيوقف على افشة فلو افشة عنده رغبة يروح للزمالك والاهلي مش عايزه يقال في اهلا وسهلا يا سيدي ومبروك على الزمالك ساعتها واطلعوا زيته وقلوا صفقة القرن جمال عبد الحميد قال لك نفس اشوف افشة بيلعب في الزمالك كلها كم شهر يا سيدي وعدوا يخلصوا وخدوا حلال عليكم لو هو عايز يلعب للزمالك خلصت اكبرنا ما خلصتش حكايتنا شكرا ليكم سلام عليكم